والله أحلى شيء في حياتي عشته الأمن والأمان والإبتسامة والأرياف في اليمن الأرياف في اليمن كنا نشلع ملابسنا ومن هذا المكان إلى هذا المكان تسبح وكذا وكذا وكنا على الفترة فكلها يعني سبحان الله ما تتعوض بعدها نهائيا الأشياء الماضية ما أحد يقدر يتعوضها فيما بعد الصنعة كانت جميلة وتذكرني بصنعة كنا نمشي بالبسكليتات وكان عندي دراجة كان عندي محل هناك كل السواحة الزوار الأجانب يمشوا معنا هناك ونشوفهم لأن نحن في المدخل في باب اليمن تماماً والحمد لله صنعة عشناها في أمان وسلام وزملائي لا أنساهم لحد الآن فكانت حياة جميلة جميلة جداً وأكثر شيء مرتاح أني ما تركت أمي وأبوي أحلام نكسات تدأت بأحلام واسعة وانتهت بنكسات محسنة وانتهت بأحلام اليمن الحمد لله شرس يعني ما يخاب يعني إنه سمع الطائرة سمع الساروخ خلاص يظل داخل البيت ما يطلع نحن لا صغيرنا كبيرنا معارك حرب ضارية قوية نطلع الأسواق نروح ما نسلم الأمر نهائياً وفعلاً الحرب لا يشرفنا لا إحنا ولا أهلنا بس لا نرضى نسكت عن الباطل نحن لنا طبع مهما كان فينا مهما كان فينا من ضعف أو من فقر أو من شيء لا نسكت على باطل أيها الأسرة المعتنون الأحراف إنه عهد الحرية والكرامة والعزة ذلك هو موضوع إعادة الوحدة اليمنية أنا من اليمن وقلبي يعورني على اليمن ولا يمكن أتخلى عن اليمن واليمن بلدي ووطني وضروري أني أضحي فيها أنا فعلاً إذا كنت أنا يعني قالوا لي أنت مالك رجوع في اليمن فعلاً أنا قلبي قطر على بلدي لأنها أرض ولدت فيها وأرض خلقت فيها وأرض لي ذكريات فيها من أم وأب وأصدقاء وأخوان وحنان هي صح فعلاً لكن أسلم أمري للشيء الواقع إنه في هذا اليوم الأسود الكريم في تاريخ شعبنا اليمني العظيم أحلم دائماً أني أشوف اليمن إلى النصر وأشتاق اليمن بقوة أشتاق اليمن أن نعيش بدون مشاكل بدون حروبات بدون كذا بدون كذا بدون أي مشاكل فأتمنى من الأبناء السغار والأبناء الكبار أن يكون كل شخص موقفه مع ابنه، مع أخته، مع جويرة، مع قبيلة ثانية أن يكون دائماً محظر الصلح ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة